تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب منا مالك موفدة تلفزيون النهار إلى مجلس قضاء البوليدة تضعنا في تفاصيل أكثر حول أشواء المحاكمة وما ستحمله قادم الأيام دخلت محاكمة عبد المومن خليفة يومها الرابع أين وصل رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البوليدة استجواب الفتى الدهبي الذي لا يزال متمسكا بأقواله حيث نكر كل ما نسب إليه من تهم وحول مسألة امتلاك العديد من الإطارات ببنك الخليفة لعقارات وفلات بالعاصمة في سنة 2001 حتى 2002 قال عبد المومن خليفة أن هؤلاء قد استفدوا من قروض بنك الخليفة ولا علاقة له بالموضوع وعن قضية المصفي منصف باتسي الذي قال خليفة أنه التقى به في أحد الفنادق ببريطانيا وفي انتدار استئناف جلسة المحاكمة الأحد القادم يبقى لغز مصير أموال الخليفة غامض إلى حين استجواب المصفي منصف باتسي مونة مالك لتفزون النهار من داخل مقر مجلس قضاء البوليدا هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم اشتركوا في القناة